اثنان واربعون عاماً على الثورة السندينية في نيكاراكوا الأطمع الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية لم تخف مع مرور الزمن والأعزم الجبهة اليسرية الرافضة للهيمنة الأمريكية فيها الجبهة السندينية للتحرير الوطني هي حركة سياسية ديمقراطية اشتراكية تأسست ضد الاحتلال الأمريكي لنيكاراكوا في الثلاثينيات من القرن الماضي حملت اسم أغوستو سيزار سندينيو عام 1979 أطحت الجبهة السندينية أناستيسيو سوموزا وأنهت حكم أسرة سوموزا لتحل محلها الحكومة الثورية حكم السندينيون نيكاراكوا منذ عام 1979 حتى عام 1990 كجزء من المجلس العسكري الوطني لإعادة الإعمار الوطنية لتخصص الحكومة الثورية جزءا كبيرا من موارد الدولة للرعاية الصحية وتعزيز المساواة النوعية في البلاد نجاح الثورة السندينية لم يتلاء مع طموحات واشنطن التي أسست ودربت عام 1981 ميليشيا عرفت باسم كونترا لإطاحة الحكومة السندينية انتخابات عام 1984 أدت مرة أخرى إلى فوز الجبهة السندينية وانتخاب المقاتل السنديني دانيال أورتيغا رئيسا إلا أن اعتراف المراقبين الدوليين بنزاهة الانتخابات لم يمنع استمرار ميليشيا الكونترا في هجماتها العنيفة على الدولة والمدنيين حتى عام 1989 فوز المعارضة في الانتخابات لمدة 16 عاما لم يكن سوى في إطار المحاولة الأمريكية المستمرة للسيطرة على الساحة السياسية في نيكاراكوا ضد الجبهة السندينية وهي فترة عرفت فيها نيكاراكوا ترديا اقتصاديا ومعيشيا كبيرا بحسب خبراء اقتصاديين ليعود الرئيس دانيال أورتيغا إلى الساحة السياسية بفوزه في كل انتخابات رئاسية منذ عام 2006 حتى اليوم فكيف حافظت الثورة السندينية على حضورها السياسي والاجتماعي على الرغم من كل المحاولات الأمريكية لإسقاطها